مرايا 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 بالفعل يا أم صالح مثل المتة اللي بتعمليها ما في متة بتضيعة كلها سحطين وعافي إن شاء الله يعني اي متة مش متل متة تمسعدوا الدبايقة الله يصرحي كمان انت التانية يا أم جميل لاش من أين تين كانت ام سعدوا الدبايقة كانت تعرف تعمل متة هي أو ديق قرفي فوق إبريق الشي ما كانت تعرفنا حدا قلقت حطين قولتك كنا وصفة عطار دخلك ما قلتلي ايش لو جاوزك وهمتك ماشي الحال بس هالسالة مش عبت فارقه أبدا الله وكيلك ما بنيمني كل اللي على هذي كاس تظهرات وخد كاس بابونيش يلا خطيب تكسبي فيه سواب نحنا رجالنا تختخوا على بكير شو بتناعمل مني شايفي خيب وصالح وينو؟ عم يشتغل بالجل التحتاني الله يصلحه خيب وصالح مش حاش تشغل بالأرض الله وكيلك طلع الشارع على لسيني وانا قيل له هالحكي بس ما كان يسمع مني مفكر حيلو ابن عشرين سنة هو يدفشي يا صغيري مش لا قيامه ها زكرنا القيم نط عوافي يا ام صالح اهلين بو صالح مرحبا ام جمال اهلين خيب وصالح بقعيني يا أختي عشو مستعجلي انت اي هلا بستعوقني اخيك بو جميل شفتاي 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 قديش بتخاف لي استعوقها بو جمال مش مثليك متى ما طلعت من البيت ابتعرفيش ترجعها هلا قطيني يأجلي خفي الدمك لبعدين يلا بتسمحولي مع السلامي يا ام جميل سالمي يا ام جميل سالمي عالصغير مع السلامي دخيلك يا ام صالحي الحقيني بطشت مي فاترة بدي انقع رجليا ملايكم جهستو من ساعة تعرف انت اني بقى انا بجهز لك الماء عطو يلا ايش رحموت من تعبه يا ام صالحي يا ام صالحي طالما انت منك زبون شغل ليش لحتى تكتر غلبي ومش لقياندبش انت ليش لحتى تنزل عالحقلي ليش يعني اذا ما اشتغلتش اني بالحقلي مين بده يشتغل يعني انت اي ولا ابن صالحي اللي ترك الضيعة وليحقلي الوظيفة بالشوف تنهجر الارض ضروري حدا يشتغل فيها طبعا ضروري انا وعدت اباي الله يرحمه وهو على فراش الموت اني ظل اشتغل ظل اشتغل بالارض طول ما يعايش بعدين انا مش متعود انزل عالسوق واشتري خيار ومندورة وفليفلة ما بنقاش ما بنقايهاش حلوي بحقي يعني بيحكوا علي اهل الضيعة بعدين طيب جيبلك كم عامل يساعدوك مش احسن ما تضل الدح بالارض لواحبك ليش كثير موفي معايا لحتى جيب عمال يساعدوناي انا عم اشتغل بيدي وعم اخصى الزراعة ما عادت مثل ايام زمان يا ام صالي هلا النبتي بدك تدليليها هيكي مثل الولد الصغير بدها سماد ورش بدها عنايه واسقيع المواعيد لحتى يشتد عودها وتطلع وهذا كله اذا ما طلعلك شنودي جديدي او عشبي غريبي متعرفيش اصلها بنفصلها ودخلك هالعشبي الغريبي العجيبي اللي بتجلد تحتيني لسه موجودي بعدها يعني لسه والله العشبي ام صالي اح راح اجيبلي اخرتاي وتقصف عمرأي واني بعز الشباباي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باني هي السامودياتي ايكه اعلا يا مصالي شو صار معا ما قلتلي اه رشعته للجلد تحتاني والله يا ام صالي حيثارث مره عمرشته وما سفدت شيء بالعكس كل ما اله العشبي عم تقوى وتكبر ومو بس هاي بلشت المندوره تضمن كثر الرش لحوله ولقبت إلا بالله العلي العظيم طيب وغلقتيني قللي شو العمل والله ما بعرف يا أم صالح هاي العشو اللعيني عجزتني تماما ما خليتش وسيلة إلا وجربتها ما خليتش دوى محلي أو أجنبي إلا واستعملتوا بس عبس يا أم صالح ما فيش نتيجي أبدا طيب إنت ليش ما بتحليش بإيدك شو بدي إحلوش لا إحلوش الله وكيلك عشر زلم قبضايات وماكنين مثل حكايتاي وبتجوز ما يقدروش عليها يا أم صالح خلي رفقيتك يساعدوا رفقات أنا رفقات شلت الإنس يلي عم تجتمع معك الكاميون أحسن ما تقضوها على شاي وقاوي وحاكي شغلوا معك شوي بقلع الحشيش يعني ما لقيتش غير شلتي لهالشغلي لايش مش شايفتيهن كيف بالزاور عم يقدروا يمشاوه إذا كنت أنا الشاب الوحيد بيناتهن بسم الله حاولك حاوليك صدقوني يا جماعة إني لما بقعد معك بحيس حالي رجعت ستين سنين لورا شو؟ عم قول لما بقعد معك بحيس حالي رجعت ستين سنين لورا أبو صالح لش وين كان شب أنا يا أبو راجح بدأنا نخر بيت شب داك تزبيت وك يا عمي أبد وشي صبت اي شي شو وينجي هزا السماعة كنت ها؟ ليش مجايبوا معك؟ واه؟ ما عد عطا مفعول صار بده عشر أيزة فوق بعضن البعض حتى يسمع بالفعل يا شباب إنك نهرهرتو ما عاد فيك نحد صاغ إلا أنا يغز العين عنك أبو صحي خد الثانية من ايدي ايه يصدم هديات يا مصيني الفوتي يا مجميل فوتي ما في حدا غريب تأخذي أقولك هاي موم جميل هاي أم صالح شو قصتك انت؟ ما حلك تحفظني؟ كل ما شفتني بتناديلي بقسم شكل لا تأخذيني أم صالح العتب عن نصر شوفاتي على قدهم صايرين انت مو بس شوفاتك على قدهم انت كلك مش على قدك يسلم هلديات حدا يحمل معه الكاسة يا شباب لا لا خلص 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 ما شرحك ما شرحك ما بتعرف تحمل كاسة الزهورات؟ شايهات مش الزهورات ممات لا حول ولا قوة تقلب الله العلي العظل هذا مناظم مش لازم يطلع من بيته أبد بلا جهاز سمع شو أنا أختي مقسام وين راحت يا حبيبي ليكو ثاني عن مين عم يسئول؟ أبو صالح فتحنا هالراديو لنسمعنا شي غنية هلا مو وقت الراديو خلينا عم نحكي وندردش كيف شايفين هالموسم يا جماعة؟ ماشي حاله منيح بس عم بيقولوا ما في أسعار بنوب ايه فعلا اليوم شوب؟ شو أنا أختي مناظم ليش ما رجعت؟ راح تتساوي قهواي قف معقولة مرة تقعد بالقهوة؟ وانت شلون الموسم عندك يا أبو صالح؟ ماشي حاله املاح أنا السنة مش زارع غير شوية خندرة عن صحيح أبو صالح ها؟ طاليا عندك عشبة غريبة؟ شو قصة العشبة هاي؟ يا جماعة امت بنروح نزوره لأبو صالح؟ ليش نحنا وين قاعدين؟ مو عند؟ أبو بطيخ أبو صالح؟ أنا بتعذروني يا جماعة ما بحب البطيخ ولا بدي مواليه؟ ولك مين جاب زيفت المواليه؟ انت التانيه؟ ايه؟ قلنا يا أبو صالح شو قصة العشبة اللي عندك؟ يا جماعة هالعشبة هذي مش طلعت لحيلة شلون يعني؟ يعني أنا اللي زرعت بيدي شو قلعك يا أبو صالح؟ حدا بزرع شاب ضارة بإيده؟ ومين قلقين انها ضارة؟ اه؟ لكن شو؟ نافعة؟ ايه طبعا نافعه أصلا هاي العشبة مش موجودة مش موجودة وينما كان لأنها نادرة كتار ومفعولة قوي كتار كتار ليش شو بتعمل يا أبو صالح؟ ها ها هاذي عبارة عن مقوي ومنشط طبيعة للجسم مقوي؟ مقوي شو؟ مقوي عام ولسماعة مفيش منها يعني بصير الواحة عاد يسمع الدبيب النملي عام عام؟ اين عام؟ عام عام؟ بتنشط الذاكرة وبتخضي على الخراف والنسيون هاي قالوا يعني؟ وكيف حصلت عليها؟ هاي مش من هون من برة ابنها يا الله يرضى علىها يجب ليها من برة ها ها من شان هيك انت بتبيني أول منها وشلون بتتاخذ يا أبو صالح؟ بتتاكل أكل؟ لا يا أبو قاسم مش أكل مش أكل الورق تبعها بينغلب المي وبينشرب على أربع خمس مرات في الأسبوع بيصير كل شاي تمام شبو أبو سطان؟ الله يهديك يا أبو صالح كنت شربناها عواد الشاي ما صار صار شي ما صارش هلا أخذني وأنتوا رايحين كل واحد يقطف له شوي بس شوي يلي منعرفوا عنك عندك كريم كثير ما بقدرش يا أبو نظيم ما بقدرش يعني ما كانش يبين عاز يبينزمونه أنا قرايبين نكتار يعني ولازم أرضي الكلمة ما بتعرفوا جميعا طيب يلا عن إذنكن يا جماعة مايبو نازي بعد بكار هلا صار وقت نومتي لازم نام سلام عليكم يا الله ولا كمال صار لازم أمشي وانت الثاني شو في وراك يعني صار وقت الدواء تبعي هلو زكري يا جماعة لحظة لحظة ستوني معكم بدي شقة على البقارات بتاعك وانا بدي يروح شقة على الغنمات السلام عليكم الله معكم مع سلامي الله معكم شو أبو صالح الهيئة مشيو ايه مشيو ما لهم بالعادي يمشوا هيك عبكير الله أعلم بشو مشغولات ان حريت في دقيقة سلام عليكم هنة شكرا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة